اشتركوا في القناة الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى البرنامج الإخباري المسائي هذا اليوم والذي يأتيكم كل يوم من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى السابع والنصف مساء ببث حي ومباشر ومع العناوين لهذا اليوم أحزاب اليمين تغازل الجمهور العربي في سعي لكسب أكبر عدد من الأصوات في ظل الخلافات التي تعصف بالقائمة المشتركة كناتها لا تصلي طدو حزب ميرتس يعقد معطمنا صحفيا في تل أبيب يكشف فيه عن الوجه النساء الجديد في القائمة من المجتمع العربي غيداء ريناوي زعبي من الناصرة طالب الدكتورة من اللبعين الجيدات تترك أبواب الفيزياء وتسعى لجذب الفتيات لكوانين نيوتن وإنشتاين اقتضاد في أقسام الكورونا في مستشفيات البلاد ورئيس الحكومة يصرح قائلا بأنه خلال 48 ساعة سيتخذ قرارا بشأن تجديد الإغلاق كيف نعرف أن كبدنا في ورطة بعد قليل مدير قسم الأمراض الباطنية ومدير وحدة الكبد في مستشفى هيل اليابي الدكتور سيف أبو موخ يستعرض الداء والدواء في بث مباشر وسط غياب المطر في ذروة المربعانية الضباب يلف البلاد ويشيل حركة الطيران في مطار بنغريون بعد قليل الدكتور عبدالله خطبة يتحدث لكونات هلاء في بث مباشر إلى هنا العناوين ونبدأ عقد حزب ميرتس مساء اليوم مؤتمرا صحفيا قدم من خلاله الوجه النساء الجديد المرشح غيداء ريناوي زعبي من مدينة ماصرة المديرة السابقة لمركز إنجاز التي تم منحها المكان الرابع في قائمة الحزب الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في الثالث والعشرين من مارس آذار المقبل بقائمة يهودية عربية موحدة وأشار رئيس الحزب بنيتسان هوريبيتس أن الحزب قرر تخصيص مقعدين في قائمته لشخصيتين عربيتين ضمن الأماكن الخمسة الأولى وتأتي هذه الخطوة كما يبدو في محاولة لكسب أصوات الجمهور العربي من جديد بعد أن تم إقصاء عيسى فريج المرشح العربي في تحالف العمل مع ميرتس للمكان الحادي عشر في الانتخابات الماضية وبالتالي عدم دخول عيسى وفريج إلى الكنيسة دعونا نشاهد معا مكتطفات من المؤتمر الصحفي لحزب ميرتس أنا عרבية, פלסטינית, ילידת ואזרחית מדינת ישראל משפחתי מכל הצדדים נמצאת כאן כבר מאות שנים إיבדנו כמעט הכל ב-1948 אבל אני לא חיה רק את העבר אני התמודדתי כל חיי עם האפליה ومتוך הקושי והאתגר צמחתי והצלחתי אינני קורבן אינני קורבן אלא בא אליכם כשווה בין שווים هذه دا ولا حفيبات مباشرة عبر قناة هلو موقع بانت الانتخابات الفاتف ما كان أي مرشح عربي في ميرتس هل أنه بتشوف أنه ممكن أنه ميرتس تستغل الآن هذا الوجه النسائي من أجل الحصول على أصوات عربية خاصة أنه كان لك مكان في الحكم المحلي ولك يباع طويل في هذا البجان طيب أولاً أشكر طبعاً يعني إدارة حزب ميرتس على هذا القرار أشكر طبعاً شريك الأستاذ أبو كمال عساو فريج لأنه أنا براي أنه عملياً إحنا هون إذا من نروح لشراكي شراكي حقيقية مع المجتمع اليهودي هذا مجبور لزاماً علينا أن يتمثل أيضاً في تمثيلنا في الأحزاب وهي أحزاب مثل حزب ميرتس عملياً أنا أرى أنه عملي في الأشهر القادمة بالأساس رح يتركز على كل ما يتعلق في الشباب العرب المرأة العربية في عنا كثير تطلعات بالمجتمع العربي وبنا نيجي نترجم هاي التطلعات لقوة حزبية وسياسية لأجل التغيير شكراً جزيلاً هاي نساء قويات اليوم اللي ممكن يشارك طبعاً يعني أنا أنا يعني ما تفكروا أنا بتخيل أن أنت كمان بتعرفوا ما تفكروا أنه نساء العربيات هني القويات هني كلي إنما هني مجموعة كبيرة مجموعة كبيرة النساء العربيات اللي هني قديرات وكفؤات وأنا سعيد إنو أنا واحدي منهم أحسن العوبרה أتر פאנט هל הטבע אנחנו בשידור חי שלום שלום במגזר הערבי ורואים אתכם שתי שאלות לניצן מה השינוי שנעשה הפעם במרץ שני מעמדים בחמשייה הראשונה מה שלא היה בחירות האחרונות האם הפקתם לקחים והשאלה איך אפשר לשכנע את הציבור הערבי להצביע למרץ הפעם זו השאלה הראשונה שאלה שנייה האם הבעיות בתוך הרשמה המשותפת זה יעבוד לטובתכם הפעם אין עתיד בבדינת ישראל בלי שותפות של יהודים וערבים אנחנו שני עמים שגרים בארץ קטנה אנחנו חייבים ללמוד לחיות יחד זה חייב לבוא לידי ביטוי בפוליטיקה עד עכשיו לא הייתה שום מפלגה שעושה את מה שאנחנו עושים ושנותנת ייצוג כזה משמעותי לשני העמים יחד וזה מה שאנחנו עושים כאן בפירוש הכוונה שלנו היא לקרוא לאזרחי ישראל הערבים ולהגיד להם יש לכם גם בית אצלנו בית של כבוד של שותפות של שוויון וכן בפירוש אנחנו מעוניינים לקבל הרבה קולות בחברה הערבית אני לא רוצה להתייחס למפלגה כזאת או מפלגה אחרת לא משנה לי מאיפה זה מגיע אני לא מתערב במפלגות אחרות כמו שאמרתי קודם לגבי מפלגות ככה במרכז המפלגה הרשימה משותפת רשימה לגיטימית אנחנו חושבים שהיא צריכה להיות חלק מהממשלה תמחנו בזה באופן עקבי כמו שתמר ציינה כאן אבל אנחנו כמפלגה רוצים לקבל הרבה קולות של יהודים והרבה קולות של ערבים הציבור הערבי בעבר הצביע בהמוניו למרץ אפריל 2019 הציבור הערבי הצביע וראינו את זה שהייתה אז חברתי תמר זנדברג יושב ראש המפלגה יש היסטוריה הציבור הערבי רוצה אלטרנטיבה רוצה איך אני אגיד את זה אם אני בשרי או חלבי למה לחייב אותי אם אני חלבי אתה חייב לאכול בשר אתה לא צריך את הבחירה לציבור הערבי מגיעה בחירה מגיעה בחירה הבחירות שמתקיימות על בסיס א wield הן לא בחירות דמוקרטיות הן לא בחירות דמוקרטיות ميرץ בחברה הערבית הוכיחה בעבר شחור על גבי לבן. הן בעמדות הן באמירות והן בעשייה. لأורך כל עשרות השנים שהיא מתייחסת לאזרחי מדינת ישראל כאזרחים. من ناحية أخرى تتسابق الأحزاب الإسرائيلية على التودد للناخبين العرب ومغازلتهم سياسيا في سعي لكسب أكبر عدد من الأصوات من الشارع العربي. في ظل الخلافات التي تعصف بالقائمة المشتركة وتراجع نسبة الداعمين لها في الشارع العربي وفق ما تشير له استطلاعات الرأي. وبينما تراوح الخلافات مكانها في القائمة المشتركة دون أي حسن بدأ العد التنازل لانتخابات إذا افصلنا أقل من الشارع عن موعد تقديم القوائم. تأتي هذه التطورات إلى الحلبة السياسية في وقت لا زال فيه ملف الجريمة والعنف عالقا وراسخا وبحاجة إلى علاج جذري وخطة مهنية تضع حدا لشلال الدم الذي لا يتوقف منذ سنوات طويلة. للحديث حول مجمل هذه المواضيع نستضيف معنا في الستوديو في بث حي ومباشر الدكتور أحمد كعدان محاضر وباحث أكاديمي من باقة الغربية والمحامي عمر خميسي مدير مؤسسة ميزان. أهلا ومرحبا بكما. أهلا ومرحبا بكما. تحية. نبدأ مع الأخ مازن أولا تعقيبك على الأخ أحمد كعدان بالنسبة لأنا ذكرته الأخ عمر خميسي أنا لم أخطأ. ربما أخطأ بالاسم عمر خميسي مدير مؤسسة ميزان أريد أن أسألك وتعقب على المؤتمر الصحفي الذي قامه حزب ميرس وتم انتخاب غيداء الزعب مندوبة عنه. وكذلك منحت من خمس مقاعد اثنين للوسط العربي. ماذا تقول معقبا؟ يعني يسأل السؤال أين حزب ميرس اليوم من الخرطة السياسية في إسرائيل. يعني هل بالفعل ما زال هناك ما يسمى معسكر اليسار؟ معسكر اليسار اختفى. بالتالي حتى أن الانتخابات الأخيرة يعني ميرس كانت أكثر هي قريبة على المركز دعنا نقول. الأكثر من ذلك يعني إذا كان هناك حديث لماذا التصنيف القومي بالفعل ماذا لا يكون منته رقم واحد هناك عربي. لماذا يعني يكون يهودي؟ باعتقادي أن حزب ميرس يعني صعب اليوم أن نأتي ونقول أنه سيؤثر في المجتمع العربي ويأخذ أصوات كون أنه غير مؤثر. وللأسف الانتخابات القادمة ستذهب أكثر من هو صاحب التأثير. لذلك ستتحمل القائمة المشتركة عبئ وتبعات الخطاب والوعودات التي قامت بتقديمها للناخب العربي في الانتخابات الأخيرة. وربط الموضوع في المتطلبات وفي أنها ستقوم بإلغاء قانون كاميرتس وكما نعرف أنه لم يتم إلغاء هذا القانون. وسوف تقوم بمعالجة واشتثاث موضوع العنف. العنف زاد أكثر وأكثر. وبالتالي أعتقد موضوع ميرتس وليس على الخاططة الانتخابية في المجتمع العربي. للأسف سيكون هناك من الأحزاب اليمينية التي ستلعب أكثر في المجتمع العربي لأنها ستقول بشكل واضح أنها هي المؤثرة. وكوننا كمجتمع نتحمل مسؤولية الخطاب الذي حملته قيادات المشتركة أن الموضوع مربوط في المتطلبات. سيذهب الناخب العربي لمن هو مؤثر أكثر. ولمن هو المؤثر أكثر طبعا يكون في الإتلاف وليس في المعارضة. وكما نعرف سيكون هناك من الصعوبة تشكيل إتلاف حكومة من المركز ومن اليسار إذا بقي هناك يسار. أعتقد أنه لم يبقى هناك يسار. باعتقد أنه لا يؤثر كثير هذا المؤتمر وهذه الأسماء التي طرحت بالنسبة لهذا المؤتمر على أنها ستأخذ وتجرف الأصوات العربية. دكتور أحباد حالة التودد هذه رئيس الوزراء يزور الطير يزور أم الفحم. قدعون صار حضر هنا إلى الستوديو ووجه نداة عبر قناة هلال المواطن العرب. أيضا حزب بيرس 2 في الخمس الأوائل. هل أنت متفاجئ أم هذا متوقع من هذه العزب؟ بداية تحيات لك ولجميع المشاهدين يعطيكم ألف ألف عافي وسعيد بلقاء أخي الحبيب الأستاذ عمر حمايسي. أقول لما فعلته ميريتس إنما هو أنها تعلمت درسا جيدا من الانتخابات السابقة حينما أقصت النائب السابق عيسى وفريتش. المركز 11. وما أتى ذلك اليوم إلا جداء فشل ذريع لها في الانتخابات السابقة الثالثة والعشرين. حيث أن النتيجة كانت بالنسبة لها نتيجة غير مرضية قطعا واليوم هي تعلم علم اليقين أنها تظاهن على أصوات الوسط العربي. هذه الأصوات التي تحاول ما استطاعت في ظل ضعف بين قوسين المناكفات وقوتها ما بين المشتركة وأعضاء المشتركة تحاول ما استطاعت أن تكسب أصوات الوسط العربي. ولكن أنا أقول النتيجة من هذه اللحظة وأنا مسؤول عما أقول أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيله. الجواب لي؟ لأن أين أنتم في الانتخابات السابقة؟ لماذا لم تعبروا عرب الداخل؟ ولماذا لم تعطوهم قيمتهم حينها؟ إذا ما قلنا أنكم بالفعل وضعتم أهدافا وأنكم تقدسوا هذه القيم والدلالة الحقيقية أنهم ليسوا كذلك. والدليل أنهم أقصوا العرب إلى المكان الحادي عشاق في الانتخابات السابقة وآتت النتيجة واضحة. بالنسبة إلى زيادة بن يمين نتنياهو وصاعد وبنت وغير ذلك في البلدان العربية هذا متوقع. هذا متوقع لأن الصوت العربي اليوم هو الهدف الأسمى والغاية العظمى بالنسبة لجميع الأحزاب. نحن نقول لا يحك جلدك إلا ذفرك أبدا لن يسعد بهموم العرب ولا بآلامهم ولا بآمالهم التي نتوقع إن شاء الله مستقبلا أن نحصل نتائج طيبة. لن يحصل عليها إلا أبناء الوسط العربي أبناء جلدتنا اللي هم بحضيصين كل الحرص على أن يحققوا ويحصلوا المطالب بأقصى ما يكون وبأفضل ما يكون لتعود بالنفع على أبنائنا في الوسط العربي. هل تعتقد أن هذه الأحزاب تكيلوا بميكيالين خصا وأن اليوم مثلا جيد عن سار بوقع اتفاقية فائد أصوات مع بينك؟ صحيح صحيح صحيح. هم هذه الأحزاب اليمينية لن أقول أن هناك أحزاب يسارية لن أدعي ذلك أبدا. عنا إما أن يكون يمينا متتضفا وإما أن يكون يمينا أمنأ كل يوم في أحزاب يسارية أتوقع أن هذا المصطلح يعني بحاجة إلى إعادة النظر بالتسمية. أهمهم هم أنفسهم أحزابهم دولتهم قوميتهم يعني ينافسوننا على أدنى الأشياء والأمور يريدون أن يثبتوا الفشل الذرية للقائمة العربية المشتركة. أفلم يكن بالإمكان أن نحمي أبنائنا أن نقلل من العنف في وسطنا العربي أن نزيد من الميزانيات في البلدات العربية والقضاء العربية أن يعتذب بالقضاء المهجدة والإجابات كلها بلاء بلاء. أريد أن أسمع الإجابة من الأخ عمر خميسي على هذا السؤال؟ نعم يعني اليوم صراحة خليني نحكي يعني موقفي كأمر خميسي واضح مع مقاطعة الانتخابات وأنا لا أعاول كثيرا يعني لا على الكنيسة وعلى الانتخابات ولن تأتي بثمارها للمجتمع العربي. نعم سنناقشها في حلقة أخرى ولكن باعتقادي أنه يتحمل مسؤولية التحول الحادث بهذه الأيام هو القائمة المشتركة. عندما قامت القائمة المشتركة بقياداتها المتنوعة والمختلفة والتي جاءت بتمويل طبعا واضح بصناديق أمريكية التي قامت بتمويل الانتخابات الأخيرة في المجتمع العربي عن طريق جمعيات نعرفها في المجتمع العربي أدخلت ملايين الشواكل لكي تحث العربي أن يذهب إلى صناديق التصويت. هذه الأحزاب لم تكن صاحبة القرار على التوصية فلذلك كان هناك من وجه لها أن توصي على جانس في نهاية المطاف يعني على ماذا يستغربون اليوم عندما يقوم نتنياهو وصاعر وغيره من التواصل مع المجتمع العربي. وهم ذهبوا يعني زي كيف بالمسلسلات التركية هيك رايحين ووصوا على جانس وعلى جنرالات اللي هي عمليا في نهاية المطاف كيف تفضل للدكتور في النهاية بالنهاية. كان جانس في ذلك. في نهاية المطاف هاي التوصية ماذا يعني جابت للمجتمع العربي راح يوصوا على جانس وغانس حطنا على الرف وراح عمليا على ناتنياهو. بالتالي الشريك اللي انت اخدته اللي انت عملين لما انت بترحبınız تسع على شخص وomedحوط فيه ثقافت expectation وهذا الشخص راح أملين على نتنياهو اليوم بيجيوا بقولوها هذه الفزاعة الليه اسمها اسقاط اليمين واسقاط نتنياهو بالفعل كامل محكى الدكتور اليوم ما فيه إشي ساسمه يعني يمين ويصار. هناك فيه أكسى اليمين وفيه مركز في اليمين. يعني هيك كمان. فاملين حتى بالفعل المركز مش موجود بالتالي أنا بيعطيقادي يعني مشكلتنا انه بالسنوات الأخيرة بعدنا من فوت ومنخوط في موضوع الكنيسة وماذا حدثت الكنيسة وماذا حققت وماذا منعنا واي الوعودات التي تم يعني آآ قولها قبل الانتخابات والآخر صفينا لا كيمنيتس نمحة ولا الهدم توقف ولا العنف توقف بالتالي هذا الامر يعني يدعونا الى العمليا البحث الجدي الى بناء لجنة متابعة مستقلة من الكنيسة ومن الاحزاب التي موجودة في كنسة قيادات طبعا يعني واضح انه يكون لها دور ويكون لها النهوض في مجتمعنا لانها تمثل هذا المجتمع ولكن لا يمكن ان يبقى هذا الربط ما بين المشتركة كقيادات وبين المتابعة لان هناك تأثير باعتقاد تأثير سلبي وبالتالي علينا بالفعل ان نبني مجتمعنا وان نحسن مجتمعنا وان نسعى اولا في اصلاح داخل البيت في المجتمع العربي لاصلاحه لعمليا مجابهة كل الافات وكل المشاكل التي يعني منها مجتمعنا العربي هل لا يعني الانقطاع التام عن المطالبة في الميزانية التي هي حق لنا لعمليااذ ولكن لا نسمع هذه الاسوات الا عن طريق الكنيسة عن طريق البرلمان هناك يلتقون بالوزراء هناك يلتقون برئيس العكومة هناك المطارف هناك المطارف في نهاية المطارف هناك بلديات ورؤساء بلديات ورؤساء مجالس وهناك رؤساء بلديات التي هي من ما دورهم اليوم في الجريمة والعنف؟ يجب أن يكون لهم دور وما دور أعضاء الكنيسة اليوم والأحزاب في هذا الموضوع لا يجد أن هناك أي دور والذي الذي يقوم في مفروض أن يقوم في البرامج في الأحياء وفي الحارات وفي البلدات هم عمليا رؤساء المجالس والبلديات هم الذين في نهاية المطاف يحصلون على هذه الميزانيات عن طريق البلديات والمشاريع التي تأتي لمكافحة العنف والتي تأتي عمليا لإقامة برامج لمنهجية لتشجيع وعمليا إجاد أطر فاعلة للطلاب والشبان والشبات ولمجتمعنا باعتقادي في نهاية المطاف الذي يحل هذا الباب هو المجالس المحلية والبلديات عندما تجد الميزانية الصحيحة المتوفرة والتي يحصلون عليها لعمليا العودة بها إلى المجتمع وفائدة المجتمع أنت تقول أشياء ربما غريبة عن الواقع لا هي موجودة ولكن كثير من يتكلم عن مقاتل الانتخابات ويدعو إلى البديل والبديل هو عن طريق لجنة المتابعة العلية التي عقدت مؤتمر مختصص في موضوع عن عنف الجريمة ولكن يحتاج هذا العمل إلى ميزانيات ندعونا رويب نريد وكيف تصل المتابعة إلى الحكومة إلى المسؤولين يعني كيف ستصل؟ بسهولة تستطيع يعني هناك المتابعة وهناك لجنة السلطات المحلية للسلطات المحلية والبلدات الذين عملين بشكل يومي يتعبعون عملهم مع الوزارات يعني في نهاية المطاف المصائل الأموال والميزانيات لا تتحول عمليا لحساب الحزب والحزب بحوله للبلديات فبدعنا الأموال في نهاية المطاف الحكومي تتحول إلى عمليا للوزارات والوزارات تحول هذه الأموال إن كانت وزارة الصحة وإن كانت وزارة داخلية وإن كانت وزارة المواصلات تتحول للبلديات يعني هل انجي شوفت؟ لا هل شوفت أنه مثلا حزب الجبهة ولا الحزب التجمع ولا الحركة الإسلامية ولا أي حزب آخر يعني أجوا وعملوا مثلا بلدة عربية ولا توسيع منشآت ولا بناء ولا كذا طبعا يتم ذلك عن طريق البلديات والمجالس المحلية على ما يبدو أن زميلي يحاول أن يخبئ الشمس بغربال مشاريع الحركة الإسلامية بفضل الله اليوم دخلت إلى جميع البلدات والقرى العربية بل تجاوزت إلى الكثير من الدول المحيطة من الذي قام بحملات خاصة بأبناء سوريا جمعيات الخيرية أغلبها التابعة للحركة الإسلامية لا نستطيع أن نخفي ذلك أضف إلى ذلك أنا أعيب على زميلي وعلى أخي الحبيب أخي الشيخ عمر أنه يقول أن هناك جمعيات أوروبية أو أجسام أوروبية دعمت المشتركة من أجل أن تنزل إلى الشرع العربي حقيقها مش بحقيها أبين على من ادعى أخي العزيزي تصططي أنت الدعية ما بدأت ولكن نذيذ دليلاً هل هناك إثبات؟ لعم هناك إثبات هناك المركز العربي للتخطيط البديل الأستاذ المدير في يوسامر سويدا الذي هناك فصل بشكل واضح الأموال من أين جاءت ولأي جمعيات في البلاد تم توزيعها لكي يكون هناك حملة حملة إعلامية نشار تجيب أن يوقفها و هناك جمعيات من الحركة الإسلامية الجنوبية تقلقت هل أبداً أبداً هذا كلام مدود عليك أخي العزيز أبداً 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 تشجع الناخب العربي أن يذهب إلى الصندوق لكي يتم هناك عملية تصوير لنحن ذهبنا بدون لا 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 ونحن أيضاً ذهبنا دون لأننا متقضيان متصوائين كانت النسبة على الملتي قبلها لأن هناك كان مقاطعة وصوت مقاطع كبير من المجتمع العربي لأنه لن يؤمن أن الكنيسة ستحقق له الأهداف التي يريدها ولن يحقق له الخير في هذا الجالب لذلك قاطع وبالتالي كان هناك ضخ المليئين من الأموال أنا أستغرب من الدكتور رحمد أنه يعرفش هذا الموضوع بناته مش عايش معنا يسأل كل الأحزاب تقر أنه كان هناك أموال ولكن يقولوا هذه أموال جاءت تشجع مناته أنت منقطع عن الأخبار هذا مش أنا اللي بقوله إذا أنا منقطع عن الأخبار وأنا بحضل الله عز وجل في لبها وأنا من سوقت لها في المثلة الشمالي والمثلة الجنوبي ومن شاركت بجميع جلساتها وأنت تغيبت عنها جميعها كملك تريد أن تنظر أنا مقاطع الانتخابات هذه وجهة نظر أنا أعطيك الدليل وأقرع الحجة بالحجة وأخاطب العقلة بالعقل كانوا كانوا ثلاثة عضو أصبحوا خمسة عشر عضوا من وين أجوا؟ من وين أجوا؟ هذو العضوين الزيادة من وين أجوا؟ أجوا لأنه المجتمع نزل إلى الصندوق وصوت بقناعة لم يتلقوا أموالا لم يتلقوا رشاوة أبدا أنت بتحكي عن زاد ولا بتنزح لمين أعطت المصارب؟ أنت وين قاعد تحكي قدام جمهور أنت بدأك تخدع جمعورك لمين أعطت المصارب؟ المصارب راحت لحملات إعلامية المكاتب الإعلامية المكاتب الإعلامية واضحة من ممولها؟ من ممولها؟ أنت تقول لي من مولها؟ من مولها؟ للدولة؟ أدونا تمول الأحزاب السياسية بشكل واضح الأحزاب بتعترف أنه هناك صندوق أنا أقول فلتخرج دليلاً أمام الناس بالكلام الذي تقول أطلبوا اللي تم المصاري الدخول عن طريقهم المرة جاء يتسطلبوهم لهون وهو بحكيها بشكل واضح ولا يعيبون ذلك هم يقولون أن ذلك يرفع نسبة الانتخابات والديمقراطية وذلك يؤثر على اليمين أكثر وهذا يرفع الانتخابات هذا اللي يقال اللي يزيش تصوت مصوتش لو يشوف مليون إعلان أنت مبتنع أنك تضيك تقاطع الانتخابات أنت بدك تقاطع الانتخابات عزيزي أنت بدك تقاطع الانتخابات لو تشوف ميت قناة لو تشوف مليون لافتي لا مش مظبوط تصوت الجواب لا في ناس مباطعة على قناعة الذي خرج للتصويت خرج بقناعة تامة مطلقة أنه بحاجة إلى من يمثله من أبناء جلدته من العرب داخل الكنيسة ماذا حقك؟ ماذا حقك؟ ماذا حقك؟ هذا السؤال اليوم أنا أقول لك أنا ما ألغيت أنه أنا ما وحدت أن ألغي كمينياتس أنا ما كذبتش على الجمهور أنا ما بعدتش أنا ما كذبتش أنه بدي أهد العنف قاموا بتجميدها أنا ما ليتم تجميدها العنف العنف ملف العنف يا صدقس الدكتور منصود عباس ملف العنف بحاجة إلى ميزانيات ملف العنف أنا أخاطبك الآن وإنت إنسان واعي ومثقه هل وجب علي؟ خاطب جمهور خاطب جمهور أنا أخاطب الجمهور أنا أمام الشاشة عزيزي لن أوعد لن أعد أحداً وإنما أقول لك وإنما أقول لك أقول لك وبشكل واضح وصريح تربية الأباء للأبناء التربية داخل البيت التربية في المدارس التربية في الأسواق تربية في الشوارع 100% أنت بدك تكلين نعم هناك تقصير هناك تقصير واضح من الشرطة أنا مقصر في الوسط العربية ولكن أنا أقول لك عزيزي عزيزي علاج العنف لا يتأتى إلا من داخل البيت بداية أما المال لأبناء بعد الإنسان عن دينه وعن عقيدته يعني من جهة من جهة بتقول إنه العنف إنه الشرطة مقصرة ومن جهة نبارح اسمعنا الدكتور منصور بشكر الشرطة على دورها اتفك مع إيش وأنتو الشرطة بتقوم بدورها ولا بتقوم إيش بدورها يلا يقرر مناتو السلطة تقوم مبلاش إنه نعمل ازدواجية في الخطاب السلطة تقوم بجزء من واجبها ولا بتقوم بإشي ولا بإشي بتقوم قل لي ايش الجزء يلا هات شعراتي نياتو إسه للمشاهدين ايش الجزء اللي بتقوم فيه الشرطة ولا أيش بتقوم بجزء يسير ولا بالجزء يسير ابدان الشرطة متامرة على المجتمع العربي انا معك انا متفك معك نعتو عيش نشكرها عيش نشكرها لما الشرطة عمليا اليوم الشرطة لما بنقتل واحد يهودي بعد كذا ساعات بتروح بتطلع مين هو اللي قاتله. عنا العرب صار مية واشي. ما لات ما ما لاته فيش حاجة نيجي نشكر الشرطة. هذا متى فش حاجة نيجي نشكر الشرطة. عزيزي. فيش حاجة نيجي نقول لازم نحط وين اصبعنا على الوجع ونعالج المجتمع. انت بجيت في مقاط مهمة التربية نبدأ فيها. العنف اللي بحل العنف احنا. مش المصاري. اللي بحل العنف احنا. اللي بعالج قضية العنف في المجتمع العربي في الوسط الاربي احنا. كيف. وان دور الا امي وان دور الفطباء. وان دور الربين وان دور الساسه وان دور القاعدة. كل ياتم نظر ينسويه مش عن طريق نكونيات والحكمي. لا تستطيع. لا تصطيع ان تصل الى رأس الهرم الا اذا كنت داخل الكنيسة. الى اربين عن طريق نتانياهو. انا دربي ابني عن طريق نتانياهو. انا دربي ابني عن طريق comments انا بربب Article in. رب ابني رب ابني. انا بدي اروح اطلب منه مسانيات مش بيومين زاد عن خمس قتلة ضبوا أولادنا. دعنا نتحدث هذا البرنامج مش بحاجة مناتو لحكومة كيف اخت خمر. السؤال تعرف العنف والجريمة في الوسط العربي في الفاتح من هذا العام يعني عشرين واحد عشرين خمسة قتلة يعني. الشرطة يجب ان تتدخل في هذا الموضوع. وهي لحها تدخل. بس ميش من الدخلي يا اخي. محنا يعني احنا منقول للشرطة. تعالوا اعتقلي تعالوا لما تجار السلاح طعال القيم الإجرام المنظم عندنا في المجتمع العربي. مش يمساوي Laser. احنا ier كمجتمع عربي بنقول للشرطة تدخل وıyorum اريد ما استقلال عنك م summarize. ما هي شرطة عمليا شايفة الجريمي وشايفة القتل وعندها كل الامكانيات المادية ومن ناحية رجال الشرطة بس ما في عندهاuition ليش معنية في هذه catastroph we freedom. لأن الشرطة بدها انه احنا كمجتمع عربي نظل في عنا نتكاتل مع بعض. الشرطة يعني مش عارفة العائلات اللي بتتكاتل مع بعض في البلدان العربية ومش عارفة مين يعني هآخر حادث صار تحت حراسة أعين الشرطة ثلاث سيارات مع ثلاث سيارات اللي يعني سيارتين حراسة مع ثلاث سيارات شرطة. أكثر من هيك انه يتم الاغتيال وما ينمسك شوالا ياتحادا وبالآخر نيجي نشكر الشرطة ولا نقول لشن الشرطة احنا مانعينها. احنا مش مانعينها. تيجي شرطة تقوم بشغ تروح الشرطة تروح تقوم وتقوم المجمعات المنظمة في المجتمع العربي. ملاحظة ملاحظة جد مهمة الشرطة مقصرة كل التقصير بواجبها اتجاه المجتمع العربي والوسط العربي ولكن علاقة الشرطة هذي احنا ممنوع احنا دايما نحملها ونكون الشرطة الشرطة. يجب علينا ان نكون بواجبنا في البلدات العربية. انا بقول انا كعضو في بلدية ماكرا العربية. وافتخر انني اخدم الكبير الصغير بفضل الله. وضعنا الميزانية صوت عليها الاسبوع الماضي. وضعنا ميزانية خاصة. رصدناها لكاميرات في كل شواضع باقة. الترق باقة. نحن نعلم اليوم بفضل الله بنحط ايدينا كاعدين على محطات بيع المخدرات والسموم والكحول لابنائنا. من هون يبدأ العلاج. اما مش اظل نقول الشرطة الشرطة. علما انه يمكسر مليون في المئة. هناك هناك شريحة في المجتمع لا يتم الحديث عنها. هي شريحة الشبيبة التي تضرت كثيرا خلال الازمة. لماذا يغيب الحديث عن الشباب وقضاياهم. وهم عماد المجتمع ومستقبل يعني. لماذا لا يتم التركيز على الشباب. باعتقادي الموضوع الشباب هو بالفعل يعني نهوض مجتمعنا هو بشبابنا. اه لطالما كان هناك يعني الجمعيات الفاعلة والناشطة التي اوجدت اطر وفعلت اطر لهذه الشباب ان كان بالمراحل الثانوية او بالمراحل الجامعية. ولكن هذا لا يكفي. باعتقادي يعني لا يمكن اليوم ان نأتي ونقول ان المشكلة في نقطة واحدة. نعم اتفق. هناك كثير من النقاط التي بحاجة للعمل. انا ما اقوله ان نحن كمجتمع يجب ان نعود الى فكرة المجتمع العصامي الذي يبدأ ويبني نفسه من نفسه. الاتكال على انفسنا. وهذه يعني الفكرة التي يعني اطلقها الشيخ رائد صلاح الذي يقبع اليوم في سجون الاسرائيلية ظلما لانه كان يرفع راية الحق وكان يرفع راية افشاء السلام في المجتمع العربي. وهو يحارب على ذلك. يحارب لانه لم يدخل الكنيسة. يحارب لانه لم يدعو الى الخطاب الذين هم يريدونه. بالتالي هو يدفع الثمن. باعتقادي كانت هناك رسائل مهمة بدأت ويجب الاستمرار عليها ان هذا هذه الشريحة شريحة الشباب التي هي شريحة واسعة وشريحة كبيرة من مجتمعنا. يجب ان نكثف الفعالية اللامنهجية. يجب ان يكون هناك برامج في البلدات والسلطات المحلية لويجاد الاطر المختلفة لهذه المجموعة. لكي بالفعل يعني نوجهها الى الطريق الصحيح. نوجهها الى ان يكون هناك تتحمل المسؤوليات. وان تنهض في المجتمع وان تؤثر كذلك بتأثير ايجابي لمجتمعنا. يعني اليوم الذين نفقدهم يعني هم من العنفهم يعني من شبابنا. يعني باعتقادي بالجيل تاعهم. يعني جيل الشباب. حتى لو كان الشخص يعني فيه عنده اخطاء معينة او انه قام في فترة طيش. ولكن ما بعدها قد يكون هناك التعديل والتغيير في حياة وان يكون انسان ايجابي وان يعود بالخير لمجتمعه. وعليه ان نركز الفعاليات اكثر واكثر. لذلك اعب باعتقادي ان المسؤولية نتحملها كثيرا. لماذا اعود واقول انا لجنة المتابعة? باعتقادي لجنة المتابعة باحزابها والمجتمع الذي تمثله هناك باستطاعتها ان تقوم في هذه الفعاليات. لا نتكل فقط على الميزانيات التي تأتي من الحكومات. يجب ان في نهاية المطاف ان ينفذ الميدان. الميدان. التنظير من بعيد لا يكفي. الخطبات من بعيد لا تكفي. هناك برامج يجب ان تكون يعني. الشمالية التي حضرت التي عمليا لما حضرت كان لديها اكثر من ثلاثين جمعية. وهناك من الجمعيات التي ما زالت مستمرة والحركة الجنوبية التي كان لها وما زال لها باع بهذا الجانب. هم الاكثر قربا الى المجتمع. بالتالي على الاحزاب الاخرى ان تتعلم من هذا النموذج. وان تكون بالفعل هناك حراك وفعاليات ونشاط اجتماعي مختلف. ان كان بالثقافة ان كان بالتربية ان كان بالصحة ان كان بالاطر الطلبية. التي هذه جمعيات اوجدت اطر للطلاب. سألتني عن هذا الشيحة. هناك اطر لها. دعنا دكتور احمد. اقول بالنسبة للشباب ان الشباب في الامة هم قوة نهضتها. اذا استقام الشباب وصلح امره فانه سيهن الامة بكل ما تتطلع اليه من المجد والعزة والتقدم. ان سقط الشباب في متاهات الفساد كان ويلا على امته في حاضرها ومستحمرها. تحية اجلال واكبار الى شيخ الحبيب الشيخ ضائد صلاح. نسأل الله ان يفرج عنه كذبه وهمه. وسجنه ان شاء الله. اللهم امين. مع الدور الفاعل الذي تقوم به الحركة الاسلامية اليوم بفضل الله عز وجل بكل مؤسساتها بكل جمعياتها التي لها الاثر العظيم والكبير بفضل الله على الصيد والكم. ما دمت ذكرت الكتة الاسلامية لنائب منصور عباس نهج معين يختلف عن باقي مركبات القائمة المشتركة. اين هيك في المجتمع العربي من نهج منصور عباس ونهج باقي مركبات القائمة المشتركة. خاصة وانه يجد تراجع في تأييد القائمة المشتركة في المجتمع العربي. بديش انا اوخذ الشك الاخير اللي هو تراجع ربما انه تكون هناك مفاجآت للأفضل. انا اقول ان نهج الدكتور منصور عباس هو نهج متعقل الانسان الذي جاء وخرج من البوتقة خرج من هذا الصندوق المغلق ليحدثنا بسياسة جديدة جلية واضحة مع الحفاظ على ديننا وعقيدتنا وثوابتنا بفضل الله تعالى ليحصل ما استطاع من امور واشياء التي تعود بالنفع المطلق على مجتمعنا العربي. القائمة المشتركة انا اقول يجب الحفاظ عليها في الوقت الذي نرى فيه ان الاحزاب اليمينية نرى فيه ان ميرت تحاول جميعها ان تمتص تمتص اقول وتجذب الاصوات العربية في الوسط العربي. اقول يجب علينا ان نحافظ على المشتركة لا من اجل الاصوات فقط اللي احنا بامسل حاجة الى كل صوت في الوسط العربي ان شاء الله. اقول لي ضئساء الكتل في المشتركة فلتجلسوا حول طاولة واحدة والتلقوا بجميع الخلافات بينكم فلو كانوا متفقين على كل شيء لكانت كتلة واحدة لما كان هناك احزاب لو كان هناك اتفاق. ولكن اتفقوا على بعض الامور واختلفوا على بعضها مع الحفاظ على الدين والعقيدة والثوابت بناء عليه فليجلسوا ويضخوا دما جديدا بوجود شخصيات شخصيات سياسية اجتماعية تربوية علمية افوتوا شخصيات جديدة دم جديد الى هذه القائمة ولينطلقوا ان شاء الله من جديد. كلمة اخيرة اخو مر اخو ميسي. باعتقادي هناك يعني تخبط حتى في داخل قيادات المشتركة لأي سياسات يريدون ان يتوجهوا يعني يمكن 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 يعني في نهاية المطاف يعني هي في نهاية المطاف هي مصالح التقاء مصالح كان يتفضل دكتور ليس بضرع ان يكون هناك توافق تام بين الاحزاب كل واحد بغرد على المواله كيف بحكي. باعتقادي موضوع اصار فيه نوع من التميع وليس يوجد هناك دي ان اي واضح لما هي الطريقة التي يريدون بها. اذا ربط الموضوع في تحقيق المطالب للمجتمع العربي من اعترافات ومن غيرها ومن غيرها يعني هذا يفتح الباب للناخب العربي لان يذهب مباشرة الى منبع التأثير يعني. وهذا اخطر 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 ما اوصلت به المشتركة الناخب العربي انه اصبح يذهب الى من يؤثر اكثر. يا شيخ انت قاطع الان وتقاطع بعد يا شيخ عمر نحن بحاجة الى المشتركة المشتركة تمثلنا جميعا انت بتقول لي نتانياه ولا المشتركة انت تجلس بعيدا عن السياسة وتكل اليوم نتانياه ولا فات. يعني اول من مارس الكنية السياسة ولكن بعيدين عن السياسة السياسة لدينا ليست فقط الكنيسة خارج الكنيسة هناك السياسة. هذا النقاش لاني توقف بالطبع حتى موعدين في سياسوس قادة يكودة القيادة موجودة داخل الكنيسة وخضج الكنيسة. اذا الدكتور احمد قعدان محاضر وباحث اكاديمي شكرا لحضورك المحامي عمر خميسي مدير مؤسسات ميزان شكرا لك. أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم بتحميل تطبيق موقع بنتي الآن للحصول على كل الأخبار العاجلة على هواتفكم بشكل فوري وإلى موضوعنا التالي تكون مجامعة بار إيلان في هذه الأيام والأول مرة بتنظيم دورة فيزياء باللغة العربية يتم عرضها على شبكة الإنترنت وقد قامت طالبة الدكتوراه في الجامعة فاطمة حمودي من البعين الجداد بتصوير حصص الدورة والتي تحمله اسم مقدمات في الفيزياء الميكانيكية باللغة العربية علما أن الدورة بدأت تلاقي إقبالا في العالم العربي أيضا يذكر أنه تم تطوير الدورة من قبل الدكتور يوسي بن سيون نائب رئيس كسم الفيزياء جنبا إلى الجام مع مدير المشروع شاحر غاز للاستزادة حول هذه الدورة نصدفه معنا في الستوديو في بث حي ومباشر فاطمة حمودي من البعين الجداد وهي طالبة دكتوراه في الفيزياء سنة ثالثة في جامعة بار إيلان أهلا ومرحبا بك يا أخت فاطمة أهلا فيك وشكرا كثيرا على الاستضافة في قناتي هلا أنت طالبة دكتوراه في الفيزياء هذا ليس تخصص شائع في المجتمع العربي وخاصة للفتيات كيف بدأت مشوارك مع علوم الفيزياء؟ بدأت مشواري الشغف لعالم الفيزياء بدأ عندي في المرحلة الثانوية مدير المدرسة الثانوية بيكون عمي سامي حمودي شجعني جدا في المجالات العلمية شجعني جدا أنه أخوض هاي التجربة وأروح للمجالات العلمية ووالدي استاذ صالح قاسم حمودي أيضا هو بيشجع جدا إلى عالم العلوم وعمي سامير حمودي أيضا هو معلم كيميا فهني شجعوني جدا أنه أنا شافوا فيي أنه الكدرات عالية دائما في الموضوع العلمية وفي موضوع الرياضيات كانت تحصيري العلمي عالي فمن هون هني شجعوني أني أنا أتوجه لموضوع العلمي وقالوا لي أنه رح يفتح لك أبواب كثيرة لمستقبل كبير إن شاء الله تم مؤخرا اختيارك ضمن قائمة الشباب الواعدين في البلاد بحسب صحيفة The Marker إلى أين تطمح فاطمة بالوصول؟ أنا أطمح للوصول إلى الأكاديميا أي أن أصبح محاضرة في الفيزياء طبعا إن شاء الله المسلول هذا هو مسلول صعب أي بعد مرحلة الدكتوراه أنا الآن سنة ثالثة في الدكتوراه والدكتوراه يباري عن أربع سنوات وبعد الدكتوراه هناك البست دكتوراه ومن ثم وفقا للإنجازات العلمية والنشر العلمي في المقالات يتم قبولي كمحاضرة وإن شاء الله هذا هو طموحي وأنا أطمح لذلك وقد قمت بنشر مقال علمي في اللقب الثاني أنهيت اللقب الأول في الفيزياء واللقب الثاني في تفوق واللقب الثالث الآن هو في مجال الفيزياء التجربية في مجال الفيزياء الذرية يعني الطموحات ستتعدى الحدود يعني أوروبا وأمريكا؟ نعم طموحات تتعدى الحدود وأنا أمل للوصول وتحقيق أهدافي إن شاء الله حدثينا عن الدورة مقدمة في الفيزياء الميكانيكية التي كنت بتصويرها مؤخرا ما هي أهداف هذه الدورة؟ كيف يمكن مشاهدة المواد التعليمية؟ وهل هي مجانية؟ طبعا أولا المساكة مقدمة في الفيزياء الميكانيكية يمكن مشاهدة الفيديوهات في قناة ميكانيكا في يوتيوب القناة أو الموقع يعني في تفسير وتبسيط مادة الفيزياء الميكانيكية أي الميكانيكا في أبسط طريقة ممكنة الموقع هناك مقسم لثلاثة أقسام هناك الفعاليات المسبقة في الفعاليات المسبقة نحن نقوم بطرح مواضيع أي مثلا نقول هناك صندوق إذا كنت بشده نحو اليمين بقوة خمسة ونحو اليسار بقوة خمسة فأنت داخل التفكير البديل تقول إذن هو لن يتحرك فهناك نحن نربط في البداية في الفعاليات المسبقة بين الواقع والحياة اليومية وبين عالم الفيزياء ثم ننتقل للمحاضرة المحاضرة هي بطريقة موك طريقة موك هي تقوم بتقسيم المواد الكبيرة إلى أقسام إلى فيديوهات مدة الفيديو عبارة عن سبع دقائق إلى عشر دقائق أي مدة صغيرة والتي من خلال هذه المدة الصغيرة نحن نقوم بشارح موضوع كبير في بساطة ومن ثم هناك أسئلة للتمرن وكذلك هناك حلول مفصلة لبعض الأسئلة طبعا عدد كبير جدا من الأسئلة وبأبسط طريقة ممكنة هل هذه الدور مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية والمتقدمين من ابتحانات البسيخومتري؟ هذا المساق يخدم شريحة طلابية كبيرة جدا وبالتالي تم تمويله بمبلغ كبير من المعهد العالي وطبعا هو يخدم أولا طلاب الثانوية من المرحلة الثانوية الخمس وحدات من ثم طلاب السنة التحضرية الذين يتوجهون لمواضيع الهندسة فهم يحتاجون لسنة تحضرية وكذلك فإن طلاب العلوم الدقيقة الكيمياء والبيولوجيا علم الأحياء وعلم الآصاب وغير ذلك يقومون بتعلم مساق في الفيزياء الميكانيكية في السنة الأولى في الجامعة وبالتالي فهذا المساق ويشمل جميع وهو موجه لجميع هذه الشرائح الطلابية أي أنه يمكن لطالب الثانوية بحيث أننا قمنا بتقسيم المواضيع لعناوين مبسطة جدا أن يرى العناوين الملائمة له أن يدرسه بينما طالب الجامعة لديه العناوين الموسعة والمواد الكاملة ما مدى إقبال طلاب في المجتمع العربي على تعلم الفيزياء بشكل عام؟ أولا إقبال الطلاب العرب للتعلم الفيزياء هو قليل جدا وذلك بسبب عدم معرفات مستقبل عالم الفيزياء فهم يرون بذلك مجهول يرون بذلك فرص محدودة وهذه فكرة خاطئة جدا وبالتالي فعدد قليل يتوجه لهذا الموضوع بالرغم من أن موضوع الفيزياء هو عالم واسع بالإمكان الإندماج بعالم التكنولوجيا بشكل سريع طبعا ومسهل وذلك لأن الفيزياء هي أساس لجميع العلوم هي أساس لجميع العلوم وبالتالي يمكنني أيضا الاندماج في شرك الطبية في شرك البصريات، الليزر، الأشعة كذلك أيضا الحاسوب، البرمجة أنا أقوم شخصيا ببحثي تعلمت ثلاث لغات للبرمجة وبحثي قمت فيه باللقب الثاني كان في الفيزياء النظرية أيضا الفيزياء الذرية وفيزياء الكام استخدمت فيه ثلاثة لغات للبرمجة من أجل أن أعرض نتائج بحثي وبالتالي لدي أيضا معرفة في علم الحاسوب كذلك ماذا عن الطالبات؟ هل هناك إقبال من الفتيات على تعلم مثل هذه المواضيع؟ الفتيات، أنا شخصيا عندما كنت في جامعة كنت الطالبة الوحيدة الفتاة الوحيدة في التصاف بين اليهود والعرب؟ بين اليهود والعرب، ليس عرب لا يشد فتيات، أنا أتكلم عن مسلول مسلول فيزيكا مرحب مسلول فيزيكا مرحب مسار فيزيائي موسع الذي يعني بتعليم الفيزياء بشكل كامل وأيضا في المدرسة الثانوية عندما كنت في المدرسة الثانوية كان هناك ثلاث طالبات في البداية ولكن عند القيام بالبيجروت كنت الطالبة الوحيدة التي أقدمت ببيجروت الفيزياء وأريد أن أشير لنقطة هامة هناك أيضا برنامج يدعم عنيوتها عتيد علمات المستقبل فيه أتابع الفتيات من صف عندما يقدمون للمرحلة الثانوية إلى أن ينهون للمرحلة الثانوية وقد بدأتوا مع تعليم 20 فتاة واستمروا لـ 20 فتاة في هذا البرنامج وتعلموا الفيزياء أيضا في البعين الجداد طبعا الحديث ومعدل أغلب الفتيات هو فوق التسعين وهذا لا أريد أن أشير إلى نفسي كان يعلمتهم فيزياء وإنما إلى طريقة تعليم الفيزياء إذا كانت طريقة التعليم الفيزياء هي طريقة صحيحة وقمنا بإيصال المواد بالشكل المسهل المبسط كما يعنى هذا المساكل يعني حب الموضوع يعني يجب غرص حب هذا الموضوع في الطلاب طبعا هذا أمر مهم جدا للأسف هناك مشاكل كبيرة في المنهاج التعليمي للمدارس حيث يتبعون وسيلة التلقين مواد وحفظ وليس التفكير خارج الصندوق والتفكير المبدع وجذب فضول الطالب عندما نقوم بجذب فضول الطالب واهتمامه عندها سوف يحب الموضوع وسوف ينجح يعني ابحث واكتشف لوحدك الأمور طبعا يعني هينشتين ونيوتين نحن نحن جميعنا نخلق علماء جميعنا نخلق أطفال ذوي فضول هائل للمعرفة ونسأل ونستفسر ولكن للأسف يتم قتل هذا الفضول من خلال المنهج طبعا نحن نتعلم لنعمل في النهاية يعني حين كان الجامع يعني أي موضوع بالنهاية عمل ما هي المجالات العمل التي يمكن أن يلتحك بها الطلاب الجمعيون الذين يتخصصون في مجال الفيزياء إلى أين يذهبون أولا قبل الحديث لإسرائيل بشكل خاص بالدول المتقدمة لا يوجد فيزيائي بدون عمل في دولة إسرائيل أيضا للفيزيائي مجالات عمل كبيرة وذلك لأن الفيزيائي هو يبحث ما بين المادة والطاقة والعلاقة بينهما أي أنه يعرف خصائص المواد خصائص ومبادئ عمل أي المروحية التلفاز جميع الأمور نتعلم ما مبادئ عملها وبالتالي بالإمكان الاندماج بمجالات عمل كثيرة مثل بالإمكان الاندماج في مجالات الأشعة الطبية بالإمكان بالاندماج في المجالات البصريات الليزر بالإمكان بالاندماج لمجالات كثيرة منها عالم الهاي تيك عالم الصناعة العالم الهندسة أيضا لأن الفيزياء التجربية هي أيضا نوع من الهندسة طيب نتركك الآن مع رسالة ترغبين بتوجيهها لأبناء وبناء جيلك في المجتمع العربي للتشجيع على مثل هذه المواضيع التي تعودوا بالنفع عليهم في البداية وبعد ذلك على المجتمع نعم أنا أنصح جدا بالتوجه لعالم الأبحاث عالم الفيزياء عالم رهيب جدا يجعلنا دائما نشعر بالسعادة خاصة عندما نصل إلى نتائج نشعر بسعادة رهيبة أنا أدعو الفتيات بشكل خاص وأيضا أبناء مجتمعي بشكل عام للتوجه لعالم الأبحاث هناك مستقبل في عالم الأبحاث هناك أيضا منح دراسية عديدة للطلاب المتفوقين وقد حصلت على العديد من المنح خلال فترتي التعليمية وكذلك أنصح بتعلم الفيزياء وغير اتباع الفكرة المسبقة أن الفيزياء هو موضوع صعب جدا ولا يمكن فهمه لا هو موضوع بسيط ونستطيع فهمه إذا قمنا بدراسته بالطريقة الصحيحة وبشكل صحيح طيب على كل حال شكرا لحضورك شكرا للأهل الذين دعموا مسيرتك طبعا شكرا هناك طبعا غير الفيزياء هناك كرة القدم وهناك الأطباء من نفس العائلة صحيح أولاد عمي طيب إذن شكرا لحضورك فاطمة حمودي شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا أهلا وسهلا إذن أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم أهلا بكم تطرقت مديرة ماجين يسرائيل الطبية دكتور أورلي جرينفيند خلال تقديمها لإرشادات جديدة حول تطعيمات ضد الكورونا في البلاد إلى المجتمع العربي وردت على سؤال لموكبان التواقنات هلأ قائلة أن ننظر إلى موضوع التطعيمات في المجتمع العربي كتحد في ظل نسبة الإقبال على التطعيمات المنخفضة وتابعتكمنا بتوظيف كل أدوات الشرح بالإضافة إلى تجنيد الطباء وقيادين من المجتمع العربي من أجل رفع نسبة الوعي إلى أهمية الحصول على التطعيمات دعونا نشهد معا مكتطفات من تصريحات دكتور أورلي جرينفيند خلال تقديمها لإرشادات جديدة حول التطعيمات ضد الكورونا لنستمع شאלת חסין על אוברה מאתר האפנט כיצד אתם מתמודדים עם אותם חיסונים שלא עושים בהם שימוש בחברה הערבית מכיוון שהרבה מהאוכלוסייה המבוגרת לא מגיעה להתחסן שאלה שנייה מה ההסבר שלכם להתפרצות המחודשת של הנגיף בחלק גדול מהיישובים הערביים למרות הסגר ולמה אין אכיפה מספקת לסגר בחברה הערבית אז הנושא של החיסונים בחברה הערבית זה בהחלט אתגר אנחנו רואים את הכמות הנמוכה באחוז המתחסנים הנמוך אנחנו נוקטים בכל אמצעי ההסברה גיוס של רופאים ומנהיגים מהאוכלוסייה הערבית על מנת להסביר את הצורך והחשיבות של החיסון בנושא התחלואה אנחנו ראינו בהתחלה שיש באמת הרבה מאוד תנועה במגזר הערבי לא היה שמירה על הסגר היו התקלויות היו מפגשים יחד עם זה אנחנו רואים בשבוע האחרון כן העתה בקצב ההדבקה העתה שהיא בהחלט מעודדת אני מאוד מקווה שימשיכו לשמור על ההנחיות אנחנו דואגים ומנחים להחיפה בכל המגזרים גם במגזר הערבי וגם בכל המגזרים האחרים אבל שוב נדרשת פה גם אחרי תעתי هذه התصريحات لمديرة مجاني اسرائيل الطبية دكتور أورلي גرينفيل في وقت تشهد فيها أقسام الكورونا في مستشفيات البلاد ذروة في الاقتضاض ويتم تسجيل أرقام قياسية في عدد المرضى داخل الأقسام لم يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة في وقت عادت وأكدت في وزارة الصحة أنها ستطلب وغدا الثلاثة خلال جلسة كابينيت الكورونا فرض إغلاق محكم هادف وفعال يشمل إغلاق جهاز التعليم والسماح بالخروج إلى عملهم من الحديث حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع الطبية مع تسليط الضوء على أمراض الكبد في المجتمع العربي نستضيف معنا في الستوديو في بث حي ومباشر الدكتور سيف أبو مغ مدير قسم الأمراض الباطنية ومدير وحدة الكبد في مستشفى هلل يافي في الخديرة أهلا ومرحبا بك دكتور سيف أهلا وسهلا بك وفي جميع طبعا نسألك بالبداية عن أزمة الكورونا في البلاد ما رأيك طبيب بإدارة هذه الأزمة بشكل عام بشكل عام نحن متأخرين كثير خاصة بالمجتمع العربي أنا أحكي بالنسبة الوقاية من الكورونا لأنه لا ننتزم في الكمامات وبالتباعد وهناك طبعا الأعراس والجميع بيعرف هذه المشكلة المشكلة اللي هي أكثر مقلكة أنه نسبة المتطاعمين في الوسط العربي هو قليل جدا وهذا غير مفهوم منطقيا بالمرة لأنه إذا أنت عرف أنه أنت فيه احتمال أنك تتنعدي من مرض الممكن أنك تصاب فيه وتموت وحتى لو ما موتت ممكن تبقى مع مرض مزمن اللي يبكيك معها دائمة لكل حياتك فغير مفهوم اللي يعني كطبيب أغلب الأطباء اللي غير مفهوم ليش الكلك من عدم التطعيم لأنه التطعيمات اللي بتأخذ التأشير من وزارة الصحة ومن الاف دي اللي هي أكبر أكثر هيئة مسؤولة عن إعطاء كل التأشيرات للأدوية جديدة أو تطعيمات في أمريكا أو المقابل إليها كمان في أوروبا ولكن بدون شك أنه التطعيم هو يعني سليم يوقي من الإصابة في المرض بـ 95% من الحالات إذن كيف تفسر ظاهرة الخوف والقلق في المجتمع العربي بالحصول على هذه اللقاحات هل يمكن تفاهم هذا الخوف ما هي رسالتك لها الذي يتابعونا الآن عبر شاشة الحقيقة إنه فقط بسبب جهل يعني إحنا منعرف شو التلقيح شو كيف يشتغل الخوف من المجهول هو اللي بيؤدي إنه تخاف من شغلي وما تتقرب إلها ولكن كل التطعيمات في السابق وأكثر التطعيم في البداية كان هو لشلل الأطفال هو أدى إنه كثير من الناس في الأول خائفين إنه يصيب هم شلل ولحديث ما إنه الطبيب اللي هو أوجد اللقاح كذلك إحنا كطباء أول أكثر ناس اللي حد نطعم نا من ناحية النسبة العالية لأنه أكثر شايفين شو ضواهن المرض ولكن المشكلة هي إنه في أشخاص اللي بيعطو نصائح في موضوع اللي لي مش موضوح بالمرة يعني أنا ك بيعطيك مثال إذا أنت عندك سيارة سيارتك أهم من صحتك طبعا لا يؤكر فإذا كانت صحتك هي أهم خذ من الأشخاص اللي هم هذا تخصص تاهم فليش تنتهي تسمع شائعات وشائعة تتكثر وتكبر ما فيش أي منطق فيها يعني هناك كل لقاح كل دواء اللي هو مشان ياخذ التشير النهائية لازم يمر في كثير من التجارب مش يوم ويومين وثلاثة وهناك ألاف الأشخاص اللي يشتغلوا عليها مشان يسرعوا في إعطاء النتيجة النهائية وكل يوم في نتائج من اللي نفس و بأحسن المجلات الطبية اللي هي مرموقة وفيش فيها نتائج تزيف هنا بيبين كل يعني درجة ومدرجة وكل خطوة خطوة من اللقاح كيف يعملوا كيف النتيجة الأولية كيف النتيجة النهائية فبين علينا أنه بشكل جدي مش بشكل عشوائي نعمل يعني حسب التطعيمات يعني ودور التطعيمات الأيام التي بدأ قبل حوالي عشرة أيام متى ستستمر هذه ومتى سنعود لحيات طبيعية أنا أتعلق طبعا اللقاح ما هو اللقاح اللقاح هو أنك تعطي فيروس بلقاحة تعطي الفيروس يا إمامية أو أنه ضعيف من ناحة الفعل هذا أنا أحكي عن الإنفلونزا أو الرشح ولكن في الكورونا بسبب أنه ممكن يكون هناك عدوى شديدة للفيروس أخذوا التطعيم بشكل آخر أخذوا الغطاء الخارج تلك الفيروس هناك وحدات من البروتين اللي هي عن طريقها بيدخل للخلايا والأجسام اللي جسمنا بنتجها الجسم مضادة ضد الفيروس بتكون ضد هذه الزلالات اللي عن طريقها بفوت الفيروس للخلايا فبتعلق نسبة المضادات اللي جسم ما بنتجها وهي بتمنع يمنع البروتين الحقيقة أو الأصلي يفوت بتتمسك فيه وتتخلص منه فمشان هيك بيكون العدوى الغير موجودة أو إذا كانت بيكون خفيفة كثير فمشان هيك بتعلق طبعا بنسبة المناعة أو بجهاز المناعة تاع الشخص نفسه إذا عنده جهاز مناعة طبيعي وبيأخذ اللقاح حسب البحاث اللي عملت يجب أن يمر حوالي تكريبا 20 يوم بين الحكم الأولى والحكم الثانية عساس يكون نسبة عالية جدا من المضادات ضد الفيروس كمان حتى بعد الفترة الأولى أو اللقاح الأول تبين أنه حوالي تكريبا 85-90% من اللقاح الأول هناك نسبة عالية من المضادات التي تنتج وفي إمكانية نملعها ولكن لكي نزيد هذه النسبة توصل إلى 95% باللقاح الثاني إذن ما هي أهمية الحصول على تطعيم الكورونا خاصة في صفوف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة الأمراض المزمنة تبين أنه أغلب الحالات كانت شديدة عليهم الاتهاب من الكورونا ومن الأشخاص في جيل 65 أمراض مزمنة مثل السكر الضغط الدم أو سمنة تعتبر مرض حتى لو لا في سكر حتى لا في ضغط دم ولذلك كل شخص عند هذه الأمراض أو أسمة أو مشاكل في الرئة أو مشاكل في الكبد يجب أنه يطاعم لأنه الرد الفعل على جسمه يكون شديد عليه الاتهاب والظواهر التي تبقى عنده هي شديدة ويمكن يبقى معاه مستمرة دكتور صيف أبو مخ الآن سنركز محديثنا على الكبد طبعا أنت كنت أول من اطلع على ما توجهت إليك السيدة نجلة أبو مخ من باقة الغربية في موضوع الكبد وأنت طبعا كنت بمعالجة الأمر وضعت اللمسات الأولى لمعالجتها وصلت إلى هداسة عين كارم ممكن تعطينا بعض الشرح عن كيف وصلت إلى المستشفى هنا وإلى المستشفى هناك من نجلة في كثير من المرضى مرضى الكبد وخاصة في وسط العربي بسبب السمنة يعني قامت هنا قامت قنات هلا طبعا بزيارتها في المستشفى وعدت تقرير خاص كان له يعني كان مؤثر بشكل يعني الجمهور تحدث عنه بشكل كبير صحيح هاي الأشياء اللي احنا منشوفها يوميا كأطباء وقليل من الحالات اللي بتشوفوها الناس العاديين حالات مزمنة في مرضى الكبد هو إذا توصلنا لتشخيصه في الحالات الأولى كبير ما يكون متقدم المرضى الكبد ممكن إنه نعالجه ونوقف الإمكانية إنه يتقدم ووصل لنهاية وظائف الكبد ولكن في حالات حتى لو إنه على جنوب ممكن يستمر الوظع في التدهور وبحاجة بالآخر إنه نزرع الكبد مشان الشخص يرجع لحالته الطبيعية هذا ما تمع سيدة نجلة صحيح ولكن بشكل عام 95% من الحالات اللي تزرع لهم الكبد بيرجعوا تكريبا بشكل طبيعي في وظائفهم بحياتهم الطبيعية الحالة اللي شفتوها هي حالة واحدة من أشياء كثيرة يعني في هناك حالات كثيرة أغلب الحالات اللي تزرع اليوم في الوسط العربي وفي عالم كلياته الأغلبية الصاحقة هي بسبب إنه الكبد بصير الشخص هو طبيعي جدا هذا ما في عنده أي مرض والمرض بتقدم بشكل تدريجي وبشكل يعني بدون أي علامات حتى الشخص بشكل طبيعي لحد ما يوصل نهاية العمل الكبد فمشان هيك مهم جدا إنه إذا في أي مشاكل حتى لو في يعني الكبد فيه دهون أو ثمنة وإحنا منسمي الاتهاب الكبد الدهوني الغير كحولي لأنه الضرر هو بيشبه كأنه الشخص بيشرب خمرة رغم إنه بيشرب بالمرة ولكن الضرر هو متشابه بالزبط لنفس الحالات اللي بيشرب خمرة ومع الوقت الكبد ببطل يشتغل وبيصير تشمع وبيلزم تغيير الكبد مشان إيش الشخص رجع طبيعي حالة نجلة هي تختلف تماما هناك أمراض أخرى أكثر نادرة ولكن يعني في نجلة لأن وقبتها حوالي تكريبا عشرين سنة من يوم ما شخصناها وتابعناها كل وقت وحضرناها مشان زراعة الكبد طبعا مع مساعدة الزملاء الأطباء الموجودين في هداس اللي هم قاموا في زرع الكبد عندها ولكن المعاملة أو نكون الثنين مع بعضنا مشتركين في متعاونين نحن نرى على الشاشة هنا سيدة نجلة أبو مخوة هي تعبر عن سرولها وفرحها بعد نجاتها من هذا المرض الحمد لله التعاون بين الأطباء هو مهم جدا يعني تشخيص المرض تحضير المريض للزرع الكبد مع الطاقم اللي هو بيستقبل ويكمل نفس الطريق هذا أهم شيء نجلة هي حالة خاصة اللي أنا يعني تابعت لمدة طويلة ولكن في هناك حكمة برضو أنك تعرف وين تبقى أي فترة لازم تتقدمها مشان زرع الكبد مش قبل الوقت ومش متأخر كثير هاي الحكمة في الموضوع ممتاز إذن ما مدى انتشار أمراض الكبد في المجتمع العربي الالتهاب هو منتشر كثير بس فيه كثير غير معروف عندهم بعطيك فيها أعدة أشياء اللي هي يعني كثير منتشرة اللي هي الالتهابات من فيروسات النوع بي الالتهابات بيتسبب الالتهاب الكبدي الدهوني الغير كحولي والأمراض أخرى اللي هي أكتر ندورة ولكن هاي أكتر الحالات اللي هي منتشرة يعني كل شخص عنده ارتفاع في الوزن وبيشرب وخاصة مشروبات اللي هي غازية لا غير غازية غازية اللي فيها كثير من السكريات هي أكتر ضرر بتسبب السمنة وبتأدي الارتفاع في بنزيبات الكبد ودرر في الكبد بشكل مستمع خاصة عند الأطفال أكثر وتأثيرا يعني أكثر وبين الأطفال اللي بيشوفهم عندهم وزن عالي لازم نفحص إذا بيشربوا مشروبات غازية اللي هي فيها كثير السكريات مثل كولا مثل غرفوت يعني مشروبات الغازية تتحذر منها صحيح إذا بدك تشرب يشرب مية هي أكتر هل هناك علامات يعني الإنسان يعني لا بالبداية بتشوف أنه الشخص هو طبيعي جدا ولكن إذا تفحص في فحص ألترا ساوند بتشوف أنه في عنده سمنة في الكبد وهي فحص بسيط جدا يعني فحص الدم لك يعني بكفيش لحاله حتى لو كان فحص الدم طبيعي جدا يجب أنه نعمل ألترا ساوند هل أمراض الكبد وراثية في أمراض معينة وراثية مثل مثلا الحالات اللي الشخص ما بيظهر يتخلص من النحاس في جسمه أو كان عنده مشكلة في امتصاص الحديد وهذه كثير نادرة ولكن فيها علاج ممكن أن نمنع نوصل لنهاية وظائف الكبد ما هو التهاب الكبد الفيروسي كيف يصيب الإنسان كيف نتقي منه في كثير من الفيروسات تصيب الكبد الأغلبية الساحقة مثل إنفلونزا فيروسات أخرى من نسميها CMV ABV هاي فيروسات اللي بتخوف ناش هاي بتخلص من الجسم وبرجعت بشكل طبيعي ولكن فيروسات اللي هي تبقى مزمنة إذا صابت مثل فيروس C فيروس B فيروس C قرانع في الأخبار عن فيروس C مكتشفية أخذوا جائزة نوبل صحيح لأنه كنا نعرف أنه هناك التهاب في الكبد من يعني من فيروس أو من شغلة الموجودة في الدم إذا الشخص صبوخ الدم واحد آخر وبين يصيب التهاب في الكبد كنا نعرف أنه هناك نوع من الفيروس الموجود في كلب الدم اللي ما قدرنا بالأول نحدده ولكن في 1990 قدروا يحددوا الفيروس اللي بسموه C خلال هاي الفترة قدرنا نعرف كيف يشتغل مثل كورونا مثل كيف يفوت على الخلية كيف بتكتر بكل الخلية كيف بعد الأشخاص الآخرين عن طريق الدم أو عن طريق استعمال المخدرات واليوم 2020 نقدرنا أن نعالج تقريبا 29% من الحالات الهيباتيت C أو الفيروس C وليس هناك حاجة أنه يوصله لزرع كبد لرغم أنه في السابق قبل حوالي عشر سنين كان أكتر سبب يؤدي أنه الكبد يبطل يعمل وفي حاجة لزرع كبد اليوم تخلصنا منه فيروس بالنسبة للوجه إلى المجتمع العربي أغلب الحالات هي من فيروس آخر وهو الفيروس B والانتقال هو بشكل من الأولاد للأطفال وفي وقت ما ينخرقوا ويظل معهم كل حياتهم يعني من عدى في الفيروس B يجب أن يبقى كل الوقت بمراكبة دائمة لأنه في مرات بتخلص الشخص من الفيروس ولكن إذا أدوية معينة اللي بتمنع المناعة عنده بتبطل المناعة ممكن أنه يظهر من جديد فيروس بختلف تماما عن C وبحاجة أنه يكون مراكب وفي علاجات طبعا اللي نحن نستطيع على الفيروس بسؤال الأخير بالنسبة للمتطعيمين هناك طبعا الممرضة والمرضة هناك بعض الأسئلة يسألونها للشخص ممكن تكون ما هي الأشياء التي ليس بإمكان الممرضة أن تعطي التطعيم للشخص نفسه في حالات نادرة جدا أنه الشخص لا يستطيع يأخذ التطعيم إذا يوجد حساسية على المواد المركبة التطعيم في مواد معينة نسميها بيجليت تطعيم يظل انتصل الجسم بشكل تدريجي وهي في أدوية معينة استعملها مثل الفيروس بالسابق اليوم نستعملوش هذول إذا نعرف أنه عندهم حساسية ما ينعط التطعيم للكورونا لماذا لأنه هناك شغلات متشابهة ما حدا يقدر أقول إنه إذا أخذت التطعيم يكون استعملنا أدوية مثل موكسبين أو مثل أي دواء آخر الذي الطبيب يعطي نستطيع نعرف من الأول إذا يصبح حساسية أو لا قبل أن تستعمله أغلب الحالات حوال 99% من الحالات التي تستعمل أي دواء لا يوجد رد حساسية ولكن هناك أشخاص معينة بعد أن يظهر عندهم لا يستطيع من الأول لكن أغلب الحالات دكتور سيف أبو موخ مدير قسم الأمراض البطنية ومدير وحدة القبض في مستشفى هلاليا في الخضيرة شكرا لحضورك خلال ستوديو شكرا شكرا إذن أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم من قناة هلا كونوا معا أهلا بكم مشاهدين الأعزاء مجددا وقبل ننتقل إلى الموضوع التالي نذكر بتحميل تطبيق موقع بانت الآن للحصول على كل الأخبار العجلة على هواتفكم بشكل فوري وإلى موضوعنا التالي لليوم الثاني على التوالي غطى الضباب الكثيف سماء البلاد ولف المدن والبناية الشهقة في تلبيب ومنطقة المركز في مشاهد ساحرة وتسبب الضباب الكثيف بشل حركة الطيران في مطار بنغوريون لبضع الوقت إذ أعلنت سلطة المطارات أنه تم إغلاق مطار بنغوريون أمام الإقلاع والهبوط بسبب الضباب الكثيف طبعا لافتة إلى أنه تم تأجير رحلة أركيا إلى إيلات وتأجير رحلة شركة العال إلى دبي كما تم توجيه رحلة شحن أثيوبية للهبوط في لارنكا في كوبروس من ناحية أخرى وثقت سلطة الطبيعة والحدائق منظرا خلابا لحركة الضباب والسحاب في منطقة الجنوب أثناء شروق الشمس دعونا نشاهد معا هذه المقططفات المذهلة ترجمة نانسي قنقر للاستزادة حول هذه الظاهرة وشح الأمطار خلال الأسابيع الأخيرة والارتفاع الغريب واللافت لدرجات الحرارة خاصة ونحن في ذروة المربعانية الشتوية ينضم إلينا في الستوديو في بث حي ومباشر الدكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة أهلا ومرحبا بك دكتور عبدالله مرحبا خير السؤال ما هو الضباب كيف يتكون سبب ظهوره خلال الأيام الأخيرة نعم الضباب نحن معتدون عليه في بدايات أو في نهاية فصل الخريف حين تكون التربة نوعا ما جافة أو الجو جاف وتدخل موجات رطبة مع غيوم تبدأ بالتكتل كغيوم لكنها تكون غيوم منخفضة يعني خاصة في ساعات الصباح مع برودة ساعات المساء فتبدأ بالتكثف وتبقى على سطح الأرض هذا باختصار شديد معنا الضباب أو ما شاهدناها اليوم أو في الأيام السابقين يعني هناك يتركز في منطقة معينة لأننا مثلا كنت سائق بالسيارة مثلا ودخلت إلى مسافة عشرين مترا وكانوا ضباب فما خرجت إلى الجو عادي نعم يعني يتعلق في في كثافة الحبيبات المياه في المنطقة في الجو في منطقة معينة ويتعلق في ارتفاعها وانخفاضها يعني هي يعني زي ما بشوف غيوم بالسماء لكن هي غيوم بمناطق معينة محددة سبب أنه أنه الجوج يعني برودة والجوجة فبتفوت موجرات يعني بدك درجة حرارة حتى ترفع لفوق حتى تصير فيه تباعد وترفع يعني لهذا السبب على سبيل المثال بعد بعد ساعات يعني لحد ساعات الظهيرة لما تدفع درجة الحرارة بتعشي تشوف ضباب فإحنا بس جو زي هاد معتدين عليه بفصل الخريف مش بفصل الشتاء والسبب أنه عم منمر فعلا بأيام اللي هي ما بين خريف وما بين ربيع فالجو شوي ملخبط لهذا السبب شفنا الضباب واحتمال كمان بكرا نشوفه منذ أيام طويلة لم تشهد البلاد سكوط قطرة ماء علما أن درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العام ونحن في ضروة يسمونها المربعانية يعني لماذا يعني أولا كل الكوكب يمر في حالة غير مستقرة منذ سنوات ليس جديدا ما يحصل الآن يعني في السنة السابقة كما تذكر كان هناك منخفضات جيدة جدا نسبيا إلى منطقة الشرق الأوسط والبلاد وكانت كان الوضع جاف جدا وحار في أوروبا يعني يتعلق الأمر في حركة الدوام القطبية والسدود التي لن أدخذ في التفاصيل أكثر من اللازم لكن في السدود التي توجه من هناك وجهة المخفضات يعني ما يحدث الآن في أوروبا وحتى في منطقة في شرق أوروبا وفي منطقة المغرب العربي هناك منخفضات قطبية تصل إلى هناك هذا يؤدي إلى اندفاع كتل حارة من أفريقيا تمر بنا تشعرنا بالدفع تعطينا هذا الجو الدافع وتتجه إلى تلك المناطق يعني هناك المبدأ بسيط توازن ما بين البرودة والحرارة يعني للأسف حين تكون في هذه المناطق منخفضات قطبية سوف تتجه كتل حارة من أفريقيا مروراً في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط والبلاد هنا وسوف تعطينا هذا الشعور بالدفع وهذا الجو الخريفي الربيع وهذا ما يحصل الآن ماذا تتوقع أن يزورنا المطر هل سيكون تساقط الثلوج في هذا الشتاء الآن لم نعد نتكلم عن الثلوج يعني نحن الآن عيننا تراقب نعم تراقب النماذج يعني العالمية التي تحاول محاكاة مصار أولاً معافاة الدوامة القطبية لكي نعرف يعني أين ستنبع المنخفضات وأين ستتجه بالأساس يعني النماذج بدأت منذ صباح هذا اليوم تعطي مؤشرات جيدة يعني أنا أعتمد كثيراً في تحليلات على نموذج الأمريكو والكندي يعني من خبرة سنوات هما أكثر نموذجان يعطيان الدقة في المعطيات ويعني هناك أخبار جيدة بأن الحالة قد تنقلب رأساً على عاقب بعد أو تقريباً في منتصف في هذا الشهر هناك تفاؤل كبير هناك تفاؤل جيد منذ صباح اليوم بالأمس كان الوضع سيء جداً يعني أنا حاولت أن أوجه أيضاً المزارعين بأن يهتموا طبعاً عن طريق صفحتنا بأن يهتموا بأن يروع المزرعات لأنه لا أمطار في الأفق وكانت الدوامة القطبية مؤشرتها غير جيدة لكن هذا الصباح حصل تحسن رائع جداً تحسن حذر علينا قد تتغير بينه يوم وليلة لكن هناك مؤشرات جيدة أنا لا أود هنا أن أن هل هناك علامات يعني نعم نعم العلامات هي كما ننظر إلى المنبع إذا كان المنبع يتعافى وهي الدوامة القطبية التي منها يتقرر وجهة المخفضات إذا كانت تتعافى بحيث أن المؤشرات تعطي إلى أن المخفضات ستتجه نحونا فهذا هذه إشارة جيدة ما حصل هذا الصباح أن هناك إشارات جيدة تخرج من هناك تقول أننا قد نكون نواجه شتاء جيدة بدءا من المنتصر في هذا الشر دعنا نتحدث عن الموسم ككل هل هذا الموسم سيكون موسما جاثا؟ لا يمكن الجزم أبدا في طبيعة الموسم لا يمكن الجزم لسبب أنا كما ذكرت يمكن يعني الاستدلال على ماكسوم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما يمكن أن يكون بشكل عام طبعا المخفضات غير دقيقة معطيتها غير دقيقة لأكثر من ثلاثة أيام لكن القول أن فصل الشتاء سيكون جاف أو ماطر لا يمكن الجزم ومن يقول غير ذلك يكون معطيتها غير دقيقة علينا الانتظار ومراقبة بشكل مستمر ما يحدث على الكوكب على مستوى الكوكب ما يحدث في المنظر القطبية ما يحدث في شرق أوروبا وجنوب غرب أوروبا وعليه نستطيع أن نتحدث عن أسبوع تل والآخر منظمات العالمية تحذر من خطورة هل بدأنا نلمس هذا التغيير على أرض الواقع بين حباس المطر وأشح المطر نحن هنا نتحدث أيضا في هذا الاستوديو منذ سنوات حول أن الكوكب يسير إلى منطقة غير جيدة من حيث المتغيرات المناخية التي تحصل هناك تغير مناخية يتحدث عنه وهو ليس سرا يتحدث عنه العالم منذ سنوات وكانت هناك عدة اتفاقيات بدءا باتفاقية كيوتو انتهاءا باتفاقية باريس التي وقعت عليها الصين والولايات المتحدة ثم بعد ذلك ايجا ترامب وانسحب من الاتفاقية العالم يعرف أن هلالك كارثة مناخية نحن مقبلون عليها وبدأنا نشهدها منذ بضع سنوات وقد تكون أسوأ مع مرور الوقت الحل بيد الدول على الدول أن تتخذ قرارات جريئة جدا بعض الدول اتخذت قرارات جريئة لكن هل فعلا هذه القرارات سيتم استثمار الأموال لحفظها أو لتطويرها أم لا هذا دكتور عبد الله الرابع عشر من يناير كانون الثاني ماذا يذكرك هذا التاريخ يذكرني بتاريخ ننتظره منذ سبع سنوات هناك إطلاق القمر الصناعي النصروي من مركز فضاء الناصر الإطلاق سيكون نعم سنتابع البث من مركز فضاء الناصر سنستقبل إشارة القمر من مركز فضاء الناصر الإطلاق سيكون من من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق صاروخ فالكون ناين فالكون تسعة لشركة سبيس اكس الأمريكية سيكون الإطلاق أتأمل ذلك في الرابع عشر من يعني الإطلاق المشكلة أنا أود لمتابعين أود أن أنوي إلى أمر مهم جدا الإطلاق حدد أو تم تحديده في الرابع عشر من يناير لكن قد يتم تأجيله ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين حسب حالة الطقس نحن بانتظار رهيب سنكون هناك سيكون أكل العالم معنا إن شاء الله وندعوكم طبعا لتكونوا أنتم كأداء محطة هلا وبانت ورفاق لهذا المشوار لسنوات طويلة فنتمنى أن نراكم إن شاء الله ونعدك طبعا بمتابعة هذا هذا الإطلاق إلى الفضاء شكرا دكتور عبدالله خطبة لحضورك للستوديو شكرا لكم نخرج إلى فاصل آخر عزيزي المشاهدين ثم نعود لمتابعة للبرنامج الإخباري هذا اليوم عدنا من الفاصل إلى موضوعنا التالي أثار مقطع الفيديو الذي تم نشره في قناة هنا ويظهر فيه الشاب فادي برانسي من مدينة الطيبة وهو يوجه رسالة غاضبة يعبر فيها عن سخطه الشديد جراء جرائم القتل التي لا تتوقف في مجتمعنا العربي والتي أدت خلال ساعات من دخول العام الجديد إلى سقوط خمسة ضحايا إلى موجة من ردود الفعل وذكر الشاب فادي برانسي لقناتها لأن هاتفه لم يتوقف عن الرنين منذ عرض الفيديو على القناة للحديث حول هذا الموضوع ستضيف معنا في الستوديو في بث حيوان باشر الشاب فادي برانسي أهلا ومرحبا بك فادي أهلا وسهلا فيكم فادي طبعا الفيديو المؤثر هذا لماذا قررت نشر هذا الفيديو للجمهور بداية بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيديو عن جدي يعني اللي نزلته بكى من جوات كلبي وبعرفيش بجزء من الشباب اللي بشوفهم كاعدين بخسروا حياتهم وكاعدين بموتوا وكاعدين استام هيتش كاعدين بروحه وهم مش مكتوب لهم منهم يموتوا يعني هاي مش حد عمره انتي اللي كتلت انتي مش عارف شو حد عمره للزلم اللي انتي كتلته فعشان هيتش يعني كدش منشوف شباب وكدش منشوف بس يعني عن جد لازم نعتبر هذا الاشي ولازم يرجع هذا الاشي ولازم يرجع عداتنا القديمة وكل اشي مليح بكينا نسويه وعا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع يرجع لانه عن جد بيشف لشباب كاعدين بطروح حياتي من دون ولا اشي من دون ولا اشي كل الشباب كل الشباب هذا نداء نداء من فادي برانسي لكل الشباب عن جد اللي بيعرفش وين الكبلة موجودة يتوجه للكبلة لانه عن جد عن جد نحن بوضع اللي عن جد يعني منتحصر عحالنا فيه والله منتحصر شاب ملوس سنة متجوز انت تيجي بيوم وليلة تكتلو والله حرام والله حرام انت مش اللي خلقته مشان تيجي تاخذ نفسه اللي روح اللي ربنا اعطى اياها هل حسب رأيك ووسط صرختك للجمهور يعني شعرت انه جمهور بتفاعل على الصرخة اكيد والله بتشكر كل الناس وبتشكر موقع بنت وهلا اللي عن جدي ساعدوني بهذا الاشي واللي نشروا هذا الفيديو بالفعل ما توقعتش انه لحديت هاي الدرجة انه يوصل معي هيش والله ونزلت الفيديو استام ولا اشي ولا اشي بس داشوف شو ردت فعل الناس بس بالاخر طلع سبحان الله الفيديو انتشر وروح شمال ويمين فالحمد لله ع كل شي يعني نهاية طلع كداش الدنيا كلها بتلف بتلف بترجع بالاخر زي ولد صغير يعني كد ما تشبر كد ما تعمر كد ما تبني كد ما تساوي بالتاليك وبالاخر ومصيرك لربنا بترجع هل توقعت انه عن صرختك انت تمنيت ان هذه الصرخت تصل الى اكبر عدد من المشاهدين هل توقعت مثلا انه قنات هلا تصدر لك هذا الشريط وتنشره لا والله لأ يعني اكل لك او والله ما كنت متوقع ولا اشي بس الحمد لله يعني من قومت من الصبح خليني اجيك معك هتش من قومت من الصبح نحن في قناة هلا شاهدنا واستمعنا وكاننا في الوقع المؤثر ولذلك قررنا نشره الى الجمهور وطبعا هذا كان فخر للشباب من امثالك اكيد مية بالمية وانا نصيحة لكل شاب وشابة عن جدي يعني بيشفي عنف بيشفي بيشفي يعني خلص وقف العنف وقفوا كتل البوليس بيعرف هنولين كتل والبوليس بيعرف هنولي كتل بس بس الشرطة مش عاملة اشي مش مساعدتنا باشي كل يوم بتمسج سلاح كل يوم بتمسج مش عاد طب الكاتل وين بروحوا فيه يعني الكاتل وين بيختفي كديش مصيرك يا هالكاتل انتي ماشي بهالحياة كديش مصيرك انت عارف وانت موتك انت مش عارف موتك كل نفس ذائقة الموت واما توفونا وجوركم يوم الكيامة ومن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز فشي فشي هاي الدنيا كل ياتها كلها اللي احنا كاعدين منشوفها اكيد مية بالمية وهاي الحياة كلها اللي احنا كاعدين منشوفها صورة بالضبط صورة صورة كاعدة بترسم بحالها بس بالتالي هاي الصورة راح تختفي راح ترجع انتي الكاتل كلها الكبر مترين على على نصف متر يعني هاي الحفرة لهاي دارق وهاي مصريك وهاي كل اش عملتوا عن جدي بشفة تاخذ اش معك لا ولا اش بتاخذ معك لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرته في الشباب واذا الشباب بيكيموا هذا الاش يدين كله بيكون كل ياتوا كل ياتوا عن جدي صرخة وجع هاي اسم أنا سميتها منين صرخة وجع لكل شاب ولكل بنت عن جدي اتقوا الله في حالكم فتنا بكينا بال 2020 وهسا فتنا بال 2021 بال 2020 شفنا كديش قطلة بقوا يروحوا كديش ناس بريئة وراحتوا وبالغلطوا يعني مش بكفناء ومتخوه بس بتطلع بال 2021 اربع شباب راحوا كوردة عن جدي يعني وردة الحياة بتسميها فهذه طبعا كيف ترى دور وسيلة اعلام مثل قناة هلا وموقع بني صعيفة بانوراما في نشر هذه الامور التي تقولها نحن طبعا استدعيناك للستوديو لكي تعمم هذه الرسالة الى الجمهور كيف ترى دور قناة هلا في اصار رسالتك الى الجمهور اول اشي بشكر قناة هلا اللي عن جدي دعتني لهذا المحل خلينا عبر بزيادة عن اللي كاعد بصير عنا بالوسط العربي مش مهم وين مش مهم وين ان كان عنا بالطيبة ولا كان بالطيرة ولا كان بكلنسة ولا بباكة ولا بمحلات ثانية مش مهم وين بس بالاخر مرجعنا وبالاخر لازم نرجع لربنا عن جدي نرجع لربنا كله هذا يعني بقدر احتي لك من هين لبت هين لبت هين لبت هذا الحجي مش راح يفيد ناس بالرجوز راح يفيد شاب شابين اه اللي يرجعوا على طريق الصح يرجعوا يعرفوا شو كيمة الصلاة وشو كيمة القرآن وشو كيمة السنة لانه ديننا يصر مش يصر ديننا يصر 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 فربنا بكلك بالقرآن قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم كل أمتي في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام اللي بكلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأضى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بارك الله شكرا لك عن جد بتشكركم كل ياتكم كل واحد نشر هذا الفيديو من شاب وشاب وعن جد بتشكركم تشتير وبتشكر موقع حلا وبتشكر بنيت الأخرى شكرا لك حبيبنا بارك الله فيكم قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم دعونا نشاهد معا لقطات ساحرة وثقتها عدسة الكاميرا التي تتجولت صباحا اليوم في سفاري رماتقان ووثقت الضباب الكثيف موسيقى كانت هذه مشاهد من حديقة الحيوانات في رماتقان التي لثها الضباب الكثيف صباحا اليوم الاثنين إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يمكنكم أن تتابعوا كل الأخبار والمسجدات على مدار الساعة عبر موقع بانت وتطبيق بانت حملوا لان التطبيق واحصلوا على كل الأخبار العجلة على هواتفكم بشكل فوري شكرا لكم على حسن المتابعة لكم من طاقم البرنامج من المحرر الرئيسية فريدة جابر برانسي مني شاكر مواسي أطيب المنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر